اشتركوا في القناة والعلوم مكاسب والفلك تاج عشان هيك حبيت ابدأ بهاي المعلومات او هاي المقولة اللي تعلمتها من اول استاذ الي تقريبا يبل اثنين وثلاثين سنة فكان دائما يردد لي اياها بعد عمر وبعد ما قطعت اشواط كثيرة بالعلوم قلت انه هي هاي افضل مقولة انا سمعتها في حياتي طبعا سئلت سؤال انا عن علم الرمل ومجرد ما انذكر علم الرمل تذكرت هذه المقولة وانا شرحت في حلقة ماضية عن علم الرمل بعض الكلمات هيك يعني على اساس انه الناس تفهم انه فيه علم اسمه علم الرمل واللي بعض الاشخاص اللي بيعرفوا عن علم الرمل او سمعوا عنه يعني اني انا بعرف في علم الرمل اول اشي علم الرمل علم خاص مش علم عام والمقصود بخاص يعني هذا علم الي خاص فيي انا بشتغل في انا الي انا ما بشتغل فيه للعام وعلم الرمل ما بنشغل فيه للعوام وما بنشغل فيه لشخص ما بكون موجود يعني انا اذا بدي اجاوب على سؤال لشخص عن طريق علم الرمل من المفروض انه الشخص اللي بده يسأل مش يحكي معي تلفون او يبعد لي رسالة يقول لي بالله تشوف لي على علم الرمل المسألي كذا 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 فانا اروح اخط بالرمل فاقول له اه والله الجواب اطلع كذا هيك مش علم رمل هيك انا بكون كذاب وعلم الرمل ما بيجي عن مجموعات يعني اجي انا احسب مثلا والله بدي اشوف البرج الفلاني للشهر الفلاني شو بكون حالهم بكون برضو كذا علم الرمل لازم الشخص اللي بده السؤال يكون امامي فيه جو مناسب الجو المناسب يعني ما يكون فيه رياح ما يكون فيه مطر ما يكون فيه عواصف ما يكون فيه غبار ما يكون فيه دخان سيجارة يعني واحد مولع سيجارة ليش؟ لانه هذا العلم له قدسية خاصة فيه وإله طقوس خاصة فيه عشان يكون صحيح ولما انا تعلمت علم الرمل تعلمته على ايد استاذ ما تعلمته من كتب ولا من مخطوطات ولا رجعت للمخطوطات ولا بتهمني المخطوطات ولا بهمني مين كتب في هاي المخطوطات ولا شو كتب في المخطوطات في ناس سألني انه هل هذا العلم هو علم ادريس عليه السلام هو علم ادريس وعلم كثير من الانبياء وعلم الصالحين والأوابين والتابعين كمان ولكن مش كل شخص بعرف علم الرمل بقول عن حاله انا بعرف في علم الرمل ولكن اليوم اضطريت اني انا اقول هاي المعلومة وولدك انه علم خاص يعني لو اجي مين ما اجي يسألني عشان انا اخذ طلو في الرمل انا ما رح اخذ في الرمل لانه انا ما بشتغل فيه للناس واللي بيجوا بحفظوا من كتب رموز الرمل جودل واحيان وعتب الداخل وبياض ونقي الخد وعتب خارج وحمر وانكيس ونصر خارج وعقل واجتماع ونصر داخل وطريق وقبض خارج وجماعة وقبض داخل منعرفها وبيت الشعر وجودلة الاحيان راية بياضه نقي على الاعتاب حمرة انكيسي ونصرة عقل الاجتماع لنصراته طريق لقبض والجماعة في الكيسي نعرفها عادي بتروح انت بتشتري كتب هيني انا ابدأ احكي لك اسماءها في منبع اصول الحكم للبوني يتحدث في عن علم الرمل شمس المعارف الكبرى برضو بحكي عن علم الرمل في علم الفراسي والارقام بحكي عن الرمل علم الرمل موسوعة علم الرمل برضو موجودة بالاسواق تقدر تشتريها كتاب انت يمكن تطلع تقريبا بحدود ستمائة صفحة اسمه موسوعة موسوعة في علم الرمل لا اسلام كاشف الغطاء ماشي اوكي اخدته انت وتعلمت انت وقرأته وحفظته عن غيب هل انت اصبح معك انت اهلي لا استخدام علم الرمل لا وبكل بساطة بقولك يا هل لا ولو حفظت هذا الكتاب وتبع البوني وتبع شمس المعارف الكبرى وحفظت كل مخطوطات الارض هل انت مؤهل انك انت تشتغل على علم الرمل لا وهل انا سعيد لما انا اشتغل على علم الرمل دائما انا مؤهل لعلم الرمل بقولك لا لاني لسه ما ادبت نفسي مظبوط وما صار اتصال بيني وبين ربي عالي جدا لاصل الكرامي هاي انا اصير بمرتبة واحد من الانبياء او من التابعين او من عبادة الله الصالحين او من الاوابين عشان انا اقول عن حالي والله انا اتقن علم الرمل علم الرمل علم كل شيء علم الرمل علم كل شيء علم الرمل علم كل شيء فلما بيجي واحد بقولك انا بشتغل بعلم الرمل وهي بخطلك بالرمل وبنقطلك بالرمل وبشتغل بالرمل على طول مني انا اقوله انت كذاب لانه اللي بشتغل بعلم الرمل بقولش عن حاله بشتغل بعلم الرمل وإن خط بالرمل بيكون مضطر أنه يخط بالرمل أما أنا ذكرت في حلقة سابقة أنه في أشخاص يعني بيحبوا يزخرفوا الحكي يجبون لك الفلك العالم وبعلم الرمل أو أنا عالم بعلم الرمل وعلم الأوفاق وعلم الأسماء وعلم الأحرف وعلم الفلك يعني بحط لك مسمياتك عشان تشعر بالرهبة كليات وهذا كذب ما تصدقوش يعني أنا لو أجيد قلت لكم أنه أنا والله عالم في علم الفلك قل لي أنت كذبت أنا مش عالم في علم الفلك وأول مرة أنا سميت صفحتي فيها سميتها علم الفلك والأبراج مش عالم الفلك ولكن لأنه ما بنحط الشدة على الفيسبوك فهم الناس فكروها أنه عالم الفلك والأبراج سعيد مننا لا أنا علم الفلك والأبراج لأن من الأساس أول ما دخلت دخلت عشان أعلم الناس علم الفلك أنا مش عالم الفلك ولا هاي العلوم كلها أنا عالم فيها أنا بتعلمها زي زي كو باحث في هذه العلوم واللي بيجي بقول لك أنا علم الحرف أنا أتقن علم الحرف في ثلاث مجلدات لا ابن عربي اسمها مواقع النجوم ثلاث مجلدات اسمها مواقع النجوم لا ابن عربي هاي مواقع النجوم بشرح فيها معنى الحرف باللغة فما بالك بدك تدخل في علم الباطن لكل حرف وبيجي شخص بيقول لك هذا علم خاص علمي علمي الخاص أنا بعرف الأسماء وبطلع لك بمصطلحات ميزان الحرف ترتيب الحرف قوة الحرف مش علم خاص هذا علم موجود وأي واحد بتعلمه وفيه كتب كثير بتحكي عن هذا العلم ما تغرقوا الأسماء وما تغرقوا الكلمات كلهم بلفوا برجع بما أنه قال لك هاي رقم الواتساب تبعي راسلني على الخاص بدك استشارة خاصة اعرف انه هو نصب لأنه بده فلوسك بهموش انت اخدت المعلومة صح ولا اخدتها غلط ولما أنا اجيت حطيت على الفيسبوك حطيت رقم من تلفوني الواتساب عشان الناس تتصل كتبت لهم انه مجاني واللي راسلوني على الواتساب وجوابتهم بيعرفوا هذا الكلام اني أنا ما طلبت ولا من واحد منهم فلس ولا رح اطلب لأنه أنا ما دخلت على هذا المجال لأجل اني أنا استنفع منه أو استكسب منه ورغم انه مش حرام يعني حلال اني أنا استكسب ولكن ما استغل للناس واذا بدأت الواحد جواب دأعطيه جواب صحيح فما يغرقوا كل الكلام اللي بنحكى عن العلوم هاي وكلهم قارئين نفس الكتب روح جيب منبع اصول الحكمة احفظه بتصير انت تحكي اقول لك وتنص كأنك حافظ كل علم الرمل وما وساعة في علم الرمل نفس الاشي بعطيك نفس الاشي شمس المعارف الكبرى طبعا بنصحش فيه لأنه فيه ساحر وشركية يعني هو لأنه ما فيش فيه فيه له خصوصية معينة بس الموجود تبع البوني محرف مش موجود الاصلي اللي بقول لي عندي الاصلي بقول له انتي كذاب لأنه هي بالاساس مش كتاب ولا مخطوطة واحدة مش راح احكيه عشان ما حدش يطلع بكرة يقول انا بعرف عن هاي المخطوطة ما فيه اجمل من الوضوح وما فيه احسن من الواضح وما فيه احسن من الصادق مع ربه اول اشي قبل ما يكون مع العباد اول ما قولي قلتها علم الفلك تاج تاج كل العلوم علم الفلك عشان هيك بلشت معك وانا بعلم الفلك اما يجي واحد يقول لك والله انا بدي اشوف لك على علم الرمل اشوف لك التخد تاعك واقول لك انا الجواب وهو في بلد او هو على التلفون او في نفس البلد او في غرفة ثانية عرف انه كذب كلها هاي مسميات استغلوها يا حفظ شوي من علم الفلك وصار يقول يركب الفلك على العلوم الثاني على انه من علم زي ما بيجي واحد بقول لك انا من علم الجفر بعرف لك برجك وطالعك وطالعك الباطن وعلمك المش عارف ايش وبقول لك برجك شو رح يصير فيه علم الجفر مالوش فيه في الابراج علم الجفر اسمه علم الجفر علم كامل لحاله خاص فيه لحاله ومش اي شخص بشتغل على علم الجفر لانه برضو معروف هذا العلم لمين ومين اللي اول من تعلمه ومعروف شو مكانته فهل انت بمكانة هذا الشخص عليه الصلاة والسلام هاي العلوم ما بصللها الا من كان ذو قلب سليم وقلبه مربوط مع الله عز وجل يطلع واحد يقول انت تتفلسف وهاي لا بتفلسفش انا عجبك الحكي عجبك ما عجبك اخبط راسك بألف حيط انا هذا اللي عندي وبدو يجي يثبتلي حياك الله انا بقدر اقعد اقبالك وبدك رح تدخل بالحيط ضوعدك يعني رح تدخل بالحيط صح لانك رح تكتشف انه مضحوك عليك وانت بتضحك على نفسك تستغفل الناس وتستغل الناس وانت انسان جاهل بالمختصر خلينا نروح لتوقعات اليوم طولنا كثير في المقدمة طبعا توقعاتنا اليوم الثلاثاء عشرة ثلاثة القمر ما زال موجود بالعذراء ورح ينتقل للميزان رح يكون للصباح في منزلة السماك العزل هي الى الصلح والدواء والضرر والتصليح وحكينا انه القمر لما بكون موجود في العذراء منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا في ممارسة التمرين او رياضة او بدء بحمية منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك لا واردي ولا شاردي دون تفاحصة منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بلعب دور هام نشعر انه الناس شحيحون في عطاؤهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد انفسنا ونتوهم امراض ما في الها وجود هذه الفترة ممتازة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين او شرب الكحول بوسع نقتناء حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل هي اول زاوية رح تكون بعد الحلقة الزاوية رح تكون بين القمر والزهرة هي زاوية تتليف ايجابية رح تكون الساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء بتتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاؤهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلما على علاقتنا مع الاخرين اما الزاوية التي تليها هي زاوية التثليف ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة ثمانية وسبعة دقائق مساء بتوقيت جرينيتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين اللي حوالينا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما الزاوية التي تليها هي زاوية التثليف ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة وحدة وثلاثة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش فجرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما في تمام الساعة ثمانية tava وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش هنا رح ينتهي تراجع عطارد يعني عطارد اللي بيتراجع في الدلو رح ينتهي تراجعه في تمام الساعة ثمانيةوي ثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر التأثير السلبي هذا لمدة ثلاث أيام قادمة يعني إلى يوم 13 تقريبا من نهاية يوم 13 منتهي تأثير السلبي لتراجع عطارد ورح يستمر كوكب عطارد في الدلو لغاية يوم صباح 16-30 بعدين بنتقل للحود أما الزاوية التي تلي توقف عطارد عن التراجع هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وزحل في تمام الساعة 38-32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بعد الزاوية هاي بصير في عنا خلوه مسار للقمر خلوه المسار معروف أنه هو سلبي رح يبدأ ساعة 38-32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 10 ودقيقتين ظهرا بتوقيت جرينج ليش بقول أنا ظهرا مش صباحا لأنه إحنا بتوقيت الأردن بتكون عنا 12 دقيقتين يعني بتكون ساعة الظهر ف10 ودقيقتين بتكون تسموها صباحا سموها ولكن أنا بسميها ظهرا لأنه بتكون عنا فترة الظهر بالأردن هذا يعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار القمر في برج الميزان الساعة 10 ودقيقتين بتوقيت جرينج رح يكون ظهرا تقريبا بكون انتقل وخلص يعني صار في منزلة الغفر منزلة الغفر معروفة إنها ممتازة إلى الكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي وبكون تأثير علينا جميعنا لما بكون القمر في الميزان أنه هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء منجد الغرام أو بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن تلعب الغير دور في علاقة لسه ما استقرت في هذا الفترة مننجح في أعمالنا الفنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة وإعادة تزيين البيت أو مكتب أو اقتناء حاجية جميلة طبعا القمر لما بكون في الميزان معناة خلو المسار القادم بكون يوم 12-13 في تمام الساعة 8-11 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 9-28 دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعد القمر إلى العقرب عمر القمر القمر المكتمل 15 يوم في تمام الساعة 3-28 دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء أي قبل الحلقة بنصف ساعة تقريبا بصير عمره 16 يوم نسبة الإضاءة 100% يعني مكتمل بالكامل بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة المزاج ممتزج ومعنى ممتزج أنه بتقلب طول النهار بين نحيس وسعيد نحيس وسعيد يعني بظل متقلف عشان يكمل ممتزج ما بين النحوس والسعادة القمر في العذراء والميزان حتى يوم 12 ثلاثة المزاج ممتزج عطارد في الدلو حتى يوم 16 ثلاثة المزاج ممتحس الزهرة في الثور حتى ثلاثة أربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 22 ثلاثة بعدين بنتقل للدلو مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتم في الحوت حتى 23 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل واصلوا العمل اللي بديتوا فيه من قبل وما تبادروا في عمل جديد لا تهملوا صحتكم في ساعات الظهر بكون القمر انتقل للبيت السابع تتعقد الأمور وبطرق بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوة القانونية خصمك قوي والعراقية اللي بتستفزك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية عايقش بتركز بما ان القمر في البيت السادس وبتينتقل للسابع مقابلك تماما اول اشي بالنسبة لبيت النفسية اليوم ما رح يكون يعني لا ايجابي ولا سلبي فارغ تماما يعني طبيعتك هي اللي بتأثر على هذا الموضوع فعشان هيك لا بقول لك ايجابي رح تكون نفسيتك مرتاحة ولا رح احكي لك نفسيتك رح تكون سلبي لانه انت على حسب طبيعتك رح تكون اليوم او حسب الحياة الاجتماعية تاعتك بتكون اليوم اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم الفرصة اقوى للامور المالية والفرصة متاحة لتحصيل على مكاسب مالية او فرص لها علاقة بالعمل الاضافي او بالامور اللي لها علاقة باسترداد اموال للكم او بعض المكاسب اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم كثير عندك حركة واتصالات ونشاط عالي جدا رح يكون وعندك قدرة على الاقناع في كثير من الاشياء اللي رح تجمعك اليوم باشخاص حواليك خصوصا ممكن يكونوا اخوي او من افراد العائلة ولكن انه اليوم اجمالا هو جيد للتنقلات والاتصالات والامتحانات ولكن في ساعة الظهر ممكن يمر عليك ساعتين او ثلاثة تكون متوتر فيها او في نوع من انواع العصبية في الهجتك حاول انك تمسك حالك في هاي الفترة اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه البيت الرابع بدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار في نوع من انواع التآلف مع اهل البيت او نوع من انواع المصالحة بساعدك بطريقة جيدة انك انت تتوافق اكثر مع اهل البيت او شيء بتطلب اهتمامك ووجودك اما بالنسبة للبيت الخامس فهو برضو في امور جيدة على مستوى العاطفي ولكن انه مش اغلب النهار يعني الى غاية ساعات الصباح ولكن ما بعد الصباح بصير الامر يعتمد على حسب طبيعتك انت مع شركائك بالمال او العمل لانه ما في اي ايجابية او سلبية بتغطي على هذا البيت اما بالنسبة لبيتك السادس فالقمر يعني موجود لغاية ساعات الظهر وبعد ساعات الظهر بده ينتقل للبيت السابع فعشان هيك اليوم في نوع من انواع النشاط عندك لانجاز كثير من الاعمال اللي بين ايديك بتقدر تنجزها باريحية بتقدر تتواصل مع اشخاص بخصوص عمل بتقدر تقدم حتى لعمل يعني اذا انت حاب تشتغل اليوم تقدر تقدم طلبات للعمل ولكن الامور الصحية بتظلها ملفتة للنظر وميخذ اهتمامك خصوصا لما القمر ينتقل للبيت السابع مقابلك لانه برضو بتحسن طاقتك ضعيفة او بعض الامور الصحية ممكن تطرأ على الساحة اذا كان اليوم في اي نقاش بينك وبين الشريك حاول انك تمسك حالك وما تحتد في نقاشاتك اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايفه خالي تماما ما في اي تأثيرات عليه لا ايجابية ولا سلبية اما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الامور جيدة على مستوى امتحانات الجامعية وعلى مستوى السفر والتنقلات والاتصالات الخارجية فبدعمك بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف الامور لسه ما زالت ضغطة على بيت السمعة فعشان هيك حاول انك انت ما تتأخر عن عملك وما تهمل في عملك وما تدخل بنزاعات مع زملائك في العمل او رؤساك في العمل وما تعمل اي شيء يشوه سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الامور برضو حادة كمان اليوم في طباعك في التعامل مع الاشخاص اللي حواليك فحاول انك تمسك عصابك من العصبية وممكن حتى انه اليوم يتوجه لك او يصير عندك تدعو ناس او صير في عندك جمعة لازيارة عائلية او ناس تيجي عندك زوار اما بالنسبة لبيت متعبك فهو ما زال ضغط فعشان هيك منقولك انه بدك تنتبه لصحتك وحاول تاخد قصد كافي من الراحة وما تهمل بانجاز اعمالك حاول انك تنجز الاعمال الضرورية قدر الامكان برج الثور بوسعكم قضاء وقت ممتع مع احبائكم في فترة ما قبل الظهر اما بعد الظهر ببدأ العمل بالتراكم انتبهوا لصحتكم ممكن تتراكم عندكم الواجبات وتصير صعبة شوي ممكن تضطر للعمل ووقت اضافي حاذر من المشاكل الصحية يعني القمر كان في البيت الخامس والان انتقل للبيت السادس فبيأثر على العمل وعلى الصحة اما بالنسبة لبيتك الاول فهو جيد نفسيتك اليوم احسن رغم انه في فترة خلوة المسار راح تحس نوع من انواع الضغط ولكن ما بنتهي خلوة المسار الا انت رجعت امورك بشكل احسن نفسيا اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى المال اليوم في فرص كثيرة لمكاسب مالية من عمل اضافي وممكن تحصلوا على مال او يجيكوا نوع من انواع الدعم ولكن بدكوا تنتبهوا من المصاريف خصوصا في فترة الظاهرة اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور جيدة على مستوى الامتحانات خصوصا في المرحلة الابتدائية او الثانوية وجيد للتنقلات والاتصالات جيدة للتواصل مع المحيط يعني فترة ايجابية على مستوى الاتصالات والتنقلات وممكن شخص منكو او اشخاص تشتري هاتف نقال او تهتم بشراء السيارة الفترة برضو هاي ايجابية اما بالنسبة للبيت الرابع ففي نوع من انواع الاهتمام باخ او جار او احد افراد البيت بشكل ايجابي خصوصا لا غاية ساعات اه الصباح البيت الخامس حكينا عنه فهو فارغ تماما الا في حال وجود القمر هو اللي بعض الايجابية ولكن في مع ساعاته ظهر بيصير خالي تماما من الحظوظ ومن النحوسة اما بالنسبة للساعة مع بعض الظهر معناته تأثيرات بده يصير على البيت السادس اللي هو حكينا عنه انه بتتراكم الاعمال وبصير الاهتمام بالعمل اكثر وفيه جهد اكثر بتتطلب منك ولكن انا اللي شايفه انه هو ايجابي يعني بتقدر تنجز كل الاعمال انت بالعكس اليوم ممكن يكون فيه فرص حتى للعمل يعني الاشخاص اللي حابين يتشتغلوا او يتوظفوا بقدروا يتحركوا في هذا اليوم وان شاء الله بكون امورهم جيدة اما بالنسبة للبيت السابع فهو هذا اللي بدك تحذر منه خصوصا في ساعات خلو المسار ساعات الظهر من انك تحتد بتعاملك مع شركاء المال او شركاء العاطفة اما بالنسبة لبيتك الثامن فالامور جيدة على مستوى المال المشترك فممكن تحصل على مال من تعويض او من شراكي خلال هذا النهار ولكن بدك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد برضو للسفر والتنقلات والاتصالات وبدعمك بشكل ممتاز في الامتحانات الجامعية خصوصا اللي عندهم امتحانات جامعية اما بالنسبة للبيت العاشر فما زال الضغط على بيت السمعة موجود فعشان هيك ما تجازف في اي شيء بشوه سمعتك حاول تنجز الاعمال المطلوبة منك وحاول ما تدخل بمواجهة مع زملائك في العمل او رؤسائك في العمل ما تدخل باي شيء بخالف القوانين او بشوه السمعة اما بالنسبة لبيتك احد عشر ففي بعض النشاط العائلي اليوم بس رح يكون روتيني يعني مش مناسبات اه نحكي احتفالات او شغلات كبيرة لكن هي بتكون مجاملات نوع من الزيارات السريعة اه لدعوات او لتلبية واجب زيارة عيادة مريض مستشفى اشياء من هذا القبيل وممكن يكون في نوع من انواع الاتصال مع الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ما زال بضغط على عنصر الصحة فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك حاول تنجز الاعمال المطلوبة منك بشكل جيد اه ولكن ما ترهق نفسك زيادة اراقب وضعك الصحي اراقب غذائك وحاول انك تاخذ قصد من الراحة اذا شعرت انه انت تحتاج للراحة برج الجوزاء تجنبوا ادخال اي تغيير على مساكنكم او شراء قطعة اثاث للبيت لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بصير القمر وصل للبيت الخامس عندكم تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهمش انك تلطف الاجواء واعد العلاقات الى طبيعتها بتنال اللي بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تنحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة هاي الفترة تعتبر ايجابية يعني نقدر نحكي ثمن بيوت معاك واربع بيوت ضدك يعني كان نسبة وتناسب بتلاقي انه الاغلبية رح تكون اليوم ايجابية بالنسبة لبيتك الاول اليوم شخصيتك احسن نفسيتك احسن رح تكون وبتتحسن الامور بشكل جيد جدا لو لا الضغط اللي رح يصير فترة ساعات الظهر اللي هي فترة خلو المسار وبعدين الامور كلها جيدة اما بالنسبة لبيتك الثاني الفرصة اكثر اليوم لمكاسب مالية من عمل اضافي او ممكن تسترجع بعض الفلوس اللي اليك او يجيك نوع من انواع الدعم او المساعدة ولكن في ساعة الظهر بدك تقلل من المصاريف قدر الامكان الا على الاشياء الضرورية اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف ان الامور ممتازة جدا اليوم على مستوى الاتصالات والتنقلات والمواصلات في كثير اشياء ايجابية وممكن شخص منك يفكر بشراء سيارة او جهاز هاتف او يهتم باشياء لها علاقة بالاتصالات يعني زي جهاز كمبيوتر مثلا اليوم هذا ممتاز على مستوى الامتحانات اللي هي يعني بنقدر نقول اللي هي الاساسية لغاية فترة الثانوية العامة واللي عنده مقابلة او مناقشة اليوم بقدر يقنع اي شخص بوجهة نظره اما بالنسبة لبيتك الرابع فليش احنا حكينا شوي تجنبوا ادخال اي تغيير على المساكنكو هو مش لانه سلبي هو ايجابي يعني بالعكس بقولك انا اذا انت حاليا تشتري كمان الفترة ايجابية ولكن بدك تحذر انه ما تشتري في ساعة خلو المسار وما زال عطارد بيتراجع فعشان هيك شراء اي شيء العلاقة بالاجهزة الالكترونية او الاتصالات بدك تهتم فيه بشكل خاص جدا بالكفالة بتفحصه تتأكد منه خوفا من انه تنغش وممكن يصير فيه نوع من انواع الاهتمام اليوم بينك وبين احد الاخوة او احد افراد العيلة او تهتم بصحة قريب لالك اما بالنسبة للبيت الخامس فهو ايجابي زي ما ذكرنا يعني بتقدر تعمل كل اشياء ايجابية زي ما ذكرنا في بداية التوقعات ولكن في ساعات الظهر بدك تنتبه من العصبي اما بالنسبة لبيتك السادس حتى اللي اليوم حابب يقدم لعمل او لوظيفي اليوم ممتاز جدا بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك يعني ممكن يوكلك حتى اعمال غير الاعمال الموكلة اليك وبرضو تقدر تنجزها اما بالنسبة لبيتك السابع فهو جيد على مستوى الشراكة جيد مش جيد جدا ولا ممتاز يعني بتقدر تعمل نوع من انواع المصالحات على مستوى الشراكة المالية والعاطفية او تبادر بطرح فكرة الها علاقة بمشروع اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى المال برضو بدعمك بالاموال المشتركة او الاموال الي ممكن تيجيك عن طريق بنك او مساعدات او رديات او دين او سداد دين يعني اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انو الامور مش جيدة هذا النهار فعشان هيك ما تعتمد على الحضوض نهائيا اذا كان عندك سفر او كان عندك تنقلات او كان عندك امتحان جامعي او مقابلة اليوم بدك تعتمد على جهدك الشخصي بدك تدرس بشكل جيد جدا خوفا من اي عطل ممكن يصير في اي شيء بتعلق في البيت التاسع يعني ممكن حتى على مستوى السفر لبعيد التنقل بين المدن بدك تكون منتبه من القيادة حاول انك انت تنتبه بشكل جيد على نفسك وما تتهور ما في قداعي للمغامرات اما بالنسبة لبيتك العاشر فبرضو بقولك عن مستوى السمعة ما زال كمان اليوم ضاغط عليك فعشان هيك اي شيء بيخالف القوانين او بيشوه سمعتك حاول انك تتجنبه ما تخلي الاعمال تتراكم عندك ما تهمل بعملك ولا تتغيب ولا تتأخر ولا تدخل بنقاشات حدي ما بينك وبين رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه برضو نفس الاشي ضاغط عليك فعشان هيك حاول انك تخفف من حديتك بالتعامل مع الاصدقاء او مع المعارف او اذا صار اي شيء ممكن يستفزك حاول انك تمسك نفسك ما ستور خصوصا لو كنت مدعو او في عزومة او في جمعة اما بالنسبة لبيت متاعبك فما زال الضغط موجود برضو على بيت المتاعب عشان هيك بتشعر ببعض التوترات العصبية او الضغط العصبي او نوع من انواع الارهاق حاول انك تريح نفسك انجز الاعمال المطلوبة منك وحاول انك ما تشتت حالك باكثر من شغلة وحاول انك تراقب غذائك وتخلد للراحة برج السرطان طبعا القمر في بيتك الثالث وراح ينتقل لبيتك الرابع عشان هيك لغاية ما قبل قلوب المسار اللي عنده امتحان او بتقدم لامتحان او لمقابلة بيكون الامر ممتاز جدا ولكن في ساعات قلوب المسار بده ينتبه هاي فترة خالي من الحضوض تماما اما ساعات ما بعد الظهر بصير التركيز اكبر على المصالح البيتية والعائلية وممكن ان كل يوم تتفاهموا وتعززوا العلاقة مع افراد العائلة اهم اشي انك تجنب توبيخ الاحباء او لونهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر او الاستثمار اما بالنسبة لبيتك الاول فهو جيد جدا يعني بدعمك من ناحية الشخصية والنفسية فاليوم تشعر نفسك شوي احسن رغم انه في نوع من انواع التوترات ولكنك بتقدر تتجاوزها بحكمة وعقلانية اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم الفرص اكثر بعملية المكاسب المالية ممكن يجيك مال من عمل اضافي ولكن بدك تنتبه من المصاريف ممكن يجيك نوع من انواع الدعم يفاجأك يعني بشكل مفاجأ ومنكون ممكن يحصل على هدية اما بالنسبة للبيت الثالث والرابع فذكرناها اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه الامور حادة عندك على المستوى العاطفي شوي فيه عندك نوع من انواع الحدية حاول انك تمسك حالك وما تتهور وتتلفظ بتوبيخات او لوم الاحبة خصوصا الابناء او الاحباب اما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم جيد على مستوى العمل تقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك اليوم ممكن يتوجه لك عمل جديد او عمل اضافي من خلاله ممكن يكون فيه اما رفعة او مكاسب خاصة اما على المستوى الصحي فالوضع الصحي اليوم جيد برضو الا في ساعات الظهر ممكن تشعر ببعض التواعوكات الصحية لمدة ساعتين ثلاثة وبعدين بتنتهي الامور اما بالنسبة لبيتك السابع فهو ضاغط تماما على مستوى الشراكة فعشان هيك المشاكل كلها بتصير مع شريكك بالمال وبالعاطفة حاول انك انت تمسك اعصابك وما تتهور على اساس ان الامور ما تكبر الوضع الان مش لصالحك في اي نزاع او خلاف ما بينك وبين الشركاء لو عرض عليك اي مشروع في هاي الفترة ففضل انك تأجله لا غاية ما ينتهي هذا الضغط وحاول انك تدرسه بشكل جيد ان كنت مضطر ادرسه وحلله بشكل صحيح على اساس انه ما يصير فيه نوع من انواع خيبات الامل اما بالنسبة للبيت الثامن فكثير من المطالبات والضغط المالي عليك فيه نوع من انواع المصاريف الزيادة الفلوس اللي بتدخل منه هون ما بتطلع منه هون في الها التزامات موجودة الها فعشان هيك حاول انك انت ترتب والجدول امورك المالية بشكل دقيق اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف الامور جيدة على مستوى السفر والامتحانات الجامعية والتنقلات والاتصالات والمواصلات والمؤتمرات وحتى اقناع الاشخاص بوجهة نظرك وممكن منكم الاشخاص يهتموا اليوم في تعلم لغة جديدة او يدخلوا على دورة او تعلم دورة جديدة او يتواصلوا لمعرفة علم جديد اما بالنسبة للبيت العاشر فما زالت الامور ضغطة على بيت السمعة فعشان هيك حاولوا انكم ما تجزفوا باي شيء الو علاقة بالسمعة وحاولوا انكم تنجز الاعمال المطلوبة منكم بدون مشاكل مع زملائكم بالعمل او رؤسائكم بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم فارغ تماما او روتيني تماما بالعلاقات مع الاصدقاء يعني بتتعامل في طبيعة عادية ما عندك الالحاح او الرغبة الكبيرة انك تجتمع مع الاصدقاء بالعكس ممكن انك تتهرب حتى من بعض الدعوات خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف اذا اجبت دعوة فانت بتجيب دعوة فقط لعيادة مريض من المقربين او اشخاص من اللي بيعزوا عليك فحاول قدر الامكان انه انت ما تضغط نفسك زيادة صحيح انه الامر مش كثير ضغط على بيت المتاعب ولكن بيجيب بعض الارهاقات وبتجيب بعض الانعكاسات او الانتكاسات الصحية اللي بتيجي عابرة فعشان هيك مش الامر بيخوف ولكن برضو بيستوجب مني اني انا انبهك اللي تكون حذر انك ما ترهق نفسك وراقب راحتك والمقربين لا اليك برج الاسد يعني القمر في البيت الثاني وبدو ينتقل على البيت الثالث عشان هيك احذروا من اي خطوة مالية جديدة لاسيما شراء حاجية ثمينة وفي ساعة الظهر بتنشطوا في السفار والاتصالات وبكون عندكو تعامل مع اخ او جار تكثر النشاطات حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة خلال هذا النهار باستطاعتك الدفاع عن حقك او تعبير بوضوح وصراحة عن موقفك ما تتردد بالتحرك لانه راح يكون ايجابي جدا البيت الثاني والثالث لا اليك ولكن البيت الثالث اقوى في التوقعات عما بالنسبة للبيت الاول فما زلت بتشعر في نوع من انواع التراخي او نوع من انواع التفكير لزيادة بنفسيتك وبوضعك حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية على اساس انه ما تنصاب بنوع من الاحباط بالعكس اليوم ايجابي بتقدر تتحرك في كثير من التحركات الايجابية اللي بتخدمك في نوع من انواع التواصل مع اخ او جار راح يكون ايجابي وفي منك ممكن يكون في عنده اهتمامات منزلية او اهتمامات بصحة احد المقربين لا الو ايه حاول قدر الامكان انك انت تكون ايجابي اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه فارغ تماما كنوع من انواع الروتين الموجود يعني لا هو ضاغط ايجابيا كثير ولا سلبيا يعني لا في هاي ولا هاي فعشان هيك ما نقولك هو روتيني فما تعتمد على الحضوض كثير خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه الامور جيدة للي بدو يقدم لعمل او يبحث عن عمل وفرصة جديدة لترقي في العمل او انجاز كثير من الاعمال الموكلة لالكم اما وضعك الصحي فهو اجمالا جيد خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه في ضغط على مستوى بيت الشراكة في نوع من انواع الحدية حاول انك انت تكون دبلوماسي في التعامل مع شريكك بالعاطفة او شريكك بالمال وما تخلى العصبية تأثر عليك بشكل كبير عشان ما تصير فيه خلافات تحتاج منك جهد لا اصلاحها اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه فيه كثير من الالتزامات والمصاريف عليك والمطالبات بدها شوية جهد بالفوترة انت بتنتظر نوع من انواع الدعم ولكن انا شايف انه يعني ممكن يجيك ولكن ممكن يجيك مش بالوقت اللي انت بحاجته يعني يتأخر شوي عليك اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف على مستوى السفر والتنقلات بدك تكون حذر من العصبية او المغامرة او المجازفة واذا عندك امتحانات جامعية ما تعتمد على الحظ نهائيا بدك تكون دارس ومستعد خوفا من المفاجآت اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زال ضاغط عليك عشان هيك برجع بحذرك من اي مجازفات بتشوه السمعة خلال هذه الفترة حاول انك تكون عاقل وماثير المشاكل خصوصا مع زملائك في العمل او رؤسائك في العمل كون دبلوماسي كعادتك اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او اجتماع جيد يكون او عندك ممكن يكون الاجتماع فحاول انك انت تستفيد من هذا الاجتماع او من العلاقات العامة اللي انت بتعرفها ممكن تتمين لشخص او لصديق تسأله بموضوع او تستنجد في حل مسألة معينة فراح يكون ايجابي ولكن في ساعات منتصف النهار حاول قدر الامكان انه ما تعصب وما ثير المشاكل اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه الوضع اجمالا هادي على مستوى بيت المتاعب يعني بتقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة للك ممكن تهتم بصحة احد المقربين وممكن انك تنجز كثير من الاشياء اللي كانت عاطلة في الايام الماضية ولكن حاول انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد برج العدراء يتظل ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك ما تبادروا باي عمل جديد بل وصلوا العمل الاعتيادي في ساعات الظهر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم اهم اشي انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب ما تبالغ في مصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة بتهتم للامور المالية والاستشفائية خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والنشاط خلال هذا النهار فعشان هيك رح يكون ايجابي ولكن في ساعات الظهر بدك تنتبه من المغامرة او المجازة في او من بعض الاعطال او سوء الفهم اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه في ضغط على مستوى البيت الرابع هذا بيت البيت في امور بيتية بتشغل مخك او مشغليتك او موتريتك حاول قدر الامكان انك تحلها بعقلانية اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو ما زال برضو ضاغط بقوة بعنف على مشاكل فعشان هيك حاول انك ما تحتد بالمشاكل بينك وبين احد الاحباء او المقربين لايلك وحاول انك انت ما تعتمد على الحظ نهائيا في هاي الفترة لانه الامور معاكسة تماما للحضوظ اما بالنسبة لبيت السادس فبقولك بدك يعني اليوم تنجز كثير من الاعمال الموكلة لايلك عندك كثير من التحركات ولكن برضو بالمقابل ما بدك تعتمد على الحضوظ في فرص للعمل خلال هذا النهار او تقديم طلبات للعمل او انجاز العمل الكثيري وممكن تهتم بصحتك او بصحة احد المقربين اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه ضاغط بشكل كبير على مستوى الشراكة المالية والعاطفية احتاج نوع من انواع الدبلوماسية في التعامل مع الشركاء ما تحتد وما تعصب بالعكس بدها حكمة اما بالنسبة للبيت الثامن ما زال الامر المالي بارقك فعشان هيك انت بتنتظر فرج مالي او مساعدة مالية وحط اهتمامك كله على هذا الموضوع ممكن يكون قرض ممكن يكون مساعدة ممكن طالب من اشخاص او حتى ممكن من الشريك مبلغ من المال لسه الامور ضاغطة على هذا البيت فانا شايف انه الامور مش لصالحك في هذه الفترة بالشكل اللي انت تتمنى اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف الامور جيدة على مستوى بيت السفر والاتصالات الخارجية والامتحانات الدراسة الجامعية كلها هاي امور ممتازة جدا اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف بيت السمعة ما زال ضاغط عليك يعني ضايلو اكمن يوم وبعدين تنتهي ضغط على السمعة فعشان هيك بالفترة هاي ما في داعي لأي مغامرات بتشوه سمعتك حاول تنجز العمل المطلوب منك بدون عصبية او حدية بينك وبين رؤساءك بالعمل او زملائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه على مستوى الدعوات في نوع من انواع الحدية خلال هذا النهار اما في اثناء زيارة او مقابل مع اصدقاء او مع معارف اليك فيستفزوك بمسألة معينة فثور عصبيتك حاول تمسك عصابك ما في داعي للعصبية عشان ما تخسر احد المقربين اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو كالامس يعني تشعر ببعض التوهان او بعض الضغط النفسي او بعض الارهاقات يحاول انك انت تخلد للراحة نظم جدول غذائك بشكل جيد اللي عنده نوع من انواع التواعكات الصحية يعني يحاول انه يهتم بنفسه وما يهمل صحته واللي عنده اعمال يحاول ينجزها وما يخليها تتراكم عليه برج الميزان يعني القمر موجود في بيت المتاعب لغاية الظهر فعشان هيك بظل التعب مسيطر عليكو انجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم واخلدوا للراحة لغاية ساعات الظهر بترى تغيير للافضل على صحتكم تستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك تقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها اللي صالحك ولكن هذا كله بعد الظهر اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم انت بتحس انه عندك نوع من انواع النشاط المالي او المصاريف المالية او الاهتمام المالي فعشان هيك بدك تنظم امورك بشكل جيد خلال هذا النهار حاول انك انت تستفيد من الفرص المالية اللي بتجيك ممكن يجيك مال عن طريق عمل اضافي او نوع من انواع الدعم او المساعدة ولكن حاول انك تقلل من مصاريفك في ساعات الظهر اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات ولكن بدها نوع من انواع الحذر في ساعات الظهر فاللي عنده امتحان يحاول انه يدرس بشكل جيد ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض عشان ما يتعرض لمفاجئة في اخر لحظة ويكون مش مستعد لها حتى اذا كان عنده مقابلة او مناقشة طبعا الامتحانات المقصود فيها لما بذكر البيت الثالث هي الامتحانات الاساسية اللي هي من الثانوية العامة الى الابتدائي البيت التاسع لامتحانات الجامعية اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه ما زالت الامور فيها اهتمام على مستوى العائلة او احد افراد العائلة من ناحية صحية او من ناحية مشكلة معينة لسا في نوع من انواع لفت النظر على مسألة بيتية سلبية وليس ايجابية فعشان هيك بدك تحتاط من اي شيء بتعلق في البيت او في اهل البيت اخوي اهل اثاث يعني حتى اصابات في المنزل بدك تنتبه من هاي الامور كلها اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم العاطفة روتينية تماما لا ايجابية ولا سلبية بتتعامل معها بالروتين تبعك اما بالنسبة للبيت السادس فالعمال ما زالت بتتراكم عندك في نوع من انواع الضغط اليوم بتحاول تنجز اهم الاعمال ممكن يكون اكثر من عمل بتحاول انك تنجزهم مع بعض حاول ما تشتت حالك وانجز المهم فالاهم فالاقل اهمية اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف الامور برضو فارغة لا ايجابية ولا سلبية ارغم انه في ساعات الظهر ممكن يصير عندك خلاف بسيط مع الشريك بالمال او العاطفة فحاول قدر الامكان انك ما تفاق من الخلاف هذا لانه بس ساعتين ثلاثة وبعدين بنتهي بعدين نفسيتك بتستقر ولكن ممكن انت هاي الساعتين او الكلمة هاي بتأثر عليك سلبيا من الشريك انه هو اللي يزعل ويذايق منك اما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما فعشان هيك من قلك اي مصاريف اليوم حاول انك تتجنبها الا للضروري جدا اما بالنسبة للبيت التاسع بيت الامتحانات الجامعية والسفر البعيد والتنقلات فهو جيد جدا وبالعكس دعمك بقوة فعشان هيك عندك كثير من الاشياء اللي ممكن تستفيد منها من هذا البيت دورات دراسة لغة جديدة امتحانات سفر تنقلات اتصالات خارجية لطلب الدعم تحب وحدة برا البلد كلها هاي الامور بتكون جيدة اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه ما زالت الامور ضغط على بيت السمعة حاول قدر الامكان انك تتجنب اي مشاحنات مع المعارف او خصوصا في مكان العمل زملائك بالعمل رؤسائك بالعمل ما تتأخر عن العمل ما تراكم العمل حاول ما تعمل اي شيء بشوه السمعة يعني تحسبا احنا منحكي اما بالنسبة لبيتك 11 فهو فارغ تماما لقاءات عادية روتينية اشخاص عاديين حتى ما عندك الطاقة الكبيرة للقاءات يعني في نوع من انواع الفتور حتى في تعاملك مع علاقاتك حاول انك انتي ما تشعرهم في هيك عشان ما تخسر صداقة اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه الامور اخف من امس في ضغطها على بيت المتاعب عشان هيك اليوم تشعر شوي بالصحة يعني ممكن هي اللي تلفت انتباهك ولكن تقدر تنجز كثير من الاعمال خلال هذا النهار وممكن يكون في عندك نوع من انواع الاهتمام على صحة احد المقربين او احد ابناءك يعني مرج العقرب القمر موجود في بيتك 11 وبدو ينتقل لبيت متاعبك فعشان هيك بتنشطوا بين الاصدقاء ما تعتمدوا كثير على وعد قطعوا احدهم اليك خلال فترة ما قبل الظهر وفي ساعات ما بعد الظهر بتكون تنتبهوا كثير لصحتكم ما تتوقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الامور بهدوء وابتعد عن الضوضاء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب املك حاذر من البلبلة والالتباس القمر بصير في بيت متاعبك اما بالنسبة لبيتك الاول فهو فارغ تماما فعشان هيك نفسيتك هي اللي بتتحكم بالامر خلال هذا النهار ولكن انا بقول لك ايش حنحالك بالايجابية او الطاقة الايجابية عشان تتجاوز هذا الضغط اللي رح يمر عليك خلال اليومين القادمين والقمر موجود في بيت متاعبك اما بالنسبة لبيت الثاني فانا شايف الامور المالية في فرص لمكاسب مالية من عمل اضافي او هدية او ممكن تجيك عن طريق نوع من انواع المساعدة الجو ايجابي اما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الامور ضاغطة بسلبية على التنقلات والاتصالات حتى اقناعك بوجهة نظرك لاشخاص معينين رح تكون صعبة ممكن تواصلك مع اشخاص معينين يكون صعب لا ما زالت الامور مش بالايجابية اللي انت بترغب لها حاول انك ما تغامر اثناء القيادي واحذر من الاعطال في الاجهزة الالكترونية او اجهزة المواصلات مثل سيارتك مثلا وحاذر من العصبية اثناء التعامل مع الغير اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه الامور العائلية او البيتية هي اللي بتهتم فيها او باحد افراد العائلة بتهتم فيه بشكل كبير خلال الفترة هاي فيه بعض الامور المنزلية مثل ترتيب او تجهيزات او ضيافات او استقبالات او ترميمات او تصليحات بتاخذ انتباهك خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك الخامس فما زالت الامور ضغطة ما بينك وبين الحبيب فعشان هيك ممكن يكون فيه نوع من انواع التوترات او المشاحنات اللي ممكن تستفزه انت بكلمة فيعصب هو ويثور او يعصبك هو انت اللي الثور عليه اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف ان الامور جيدة على مستوى العمل تقدر اليوم تتحرك باتجاه اعمالك تنجز كثير من الاعمال الموكلة لا اليك وممكن تهتم بصحتك او بصحة قريب لا اليك اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي هو جيد تقدر اليوم تتواصل مع الشركاء او تحل مسألة معينة عالقة او تحل مشكلة قديمة او سوء تفاهم معين ويتم الاصلاح ما بينك وبينه من خلال التواصل ممكن ينعرض عليك عقد او مشروع او شيء له علاقة بالشراكة فحاول قدر الامكان انك تدرسه خصوصا في ساعات الظهر اما بالنسبة لبيتك الثامن فالفرص جيدة على مستوى المال ممكن يجيك مال اليوم اما دعم او مساعدة او عن طريق بنك او عن مؤسسة حكومية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات وهي رح تلفت انتباهك هذا النهار انه رح يكون عندك كثير من الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد او مسافرين او اشخاص مسافرين يجوا او اشيء له علاقة بالاهتمام بقضايا السفر يعني جدد اقامي او مثلا فيزا تأشيرة سفر او يكون عندك سفر او كثير من التنقلات والاتصالات خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف ما زال بيت السمعة ضاغط عليك فعشان هيك بقول لك لا تخالف عمل ولا انك تدخل بشيء مشبوه ولا تدخل بأي مجازة فيه او اشي شوه الصمعة خلال هذه الفترة حاول انك انت برضو داوم بوقته ما تتأخر او تتغيب عن دوامك وما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او شركائك بالعمل او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 و 12 فذكرناها في بداية التوقعات برج القوس القمر في بيتك العاشر وبدو انتقل لبيتك 11 فعشان هيك بنقول لك واصلوا عمل اعتيادي اه الاعمال الاعتيادي ما تبادروا بعمل جديد خلال هذا النهار في ساعات الظهر ممكن تنشط بلقاء الاصدقاء ممكن تبادر بملاقات الاخرين اه بيطمئن بالك تجد حليف بدعمك وبدعم تصوراتك اه اهم شي انك ما تستسلم وكرر المحاولة الفرص جيدة خلال هذا النهار خصوصا على مستوى العلاقات العامة اما بالنسبة لبيتك الاول فهو ايجابي جدا ونفسيتك جيدة بتقدر اليوم انت تنشط باكثر من اتجاه مع بعض وبالعكس بتكون مرتاح اما بالنسبة للبيت الثاني فهو ضغط مصاريف كثيري خلال الفترة هاي ومطالبات مالية فعشان هيك بقول لك دير بالك من زيادة المصاريف اما بالنسبة لبيتك الثالث فاللي عنده اتصالات او تنقلات خلال هذا النهار او سفرية قصيرة فهو يوم جيد بتنشط حتى في اقناع الاخرين بوجهة نظرك وبكون عندك قوة بالحضور اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف الضغط على المستوى العائلي او اهتمام بالبيت او بأحد افراد البيت فعشان هيك شوي بدك تكون حذر من العصبية والتوترات وما تشتكي او تتذمر وانتبه من الاصابات خصوصا الستات اللي بيعملوا في البيوت اما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما يعني امر روتيني على المستوى العاطفي لا ايجابي ولا سلبية اما على المستوى بيتك السادس فاليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة لا اليك عندك نشاط قوي على مستوى العمل حتى اللي ببحث عن عمل اليوم فرصة مناسبة انه هو يطلب عمل او يدم لعمل او ممكن ينقبل لعمل معين وفي نوع من انواع الاهتمام بالصحة رح يكون في ساعات الظهر صحتك او صحت قريب لا اليك اما في ساعات المساء فالامور جيدة على المستوى الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف عن مستوى الشراك المالي والعاطفي لامور جيدة خلال هذا النهار تقدر تتواصل مع الشريك بثقة وقوة وممكن تتباحثوا في مسألة لحل مشكلة قديمة اما بالنسبة للبيت الثامن في فرص عند العصر لا الحصول على دعم مالي او بعض الامور المالية الجيدة اللي بتجيك من شراكة او من تعويض اما بالنسبة للبيت التاسع تكثر اليوم عندك الاتصالات الخارجية او اللي عنده امتحان بكون جيد او الامور اللي لها علاقة بالسفر او السفر البعيد او الاهتمامات باشخاص خارج البلاد اما بالنسبة لبيتك العاشر وبيتك 11 فذكرناهم في توقعاتنا بداية الحلقة اما بالنسبة لبيت المتاعب حاول انك تنجز الاعمال المطلوبة منك وما تخلي الامور تتراكم عليك وحاول انك تنتبه وتراكم وضعك الصحي بشكل جيد برج الجدي يعني القمر موجود في بيتك التاسع وبدو ينتقل لبيتك العاشر لبيت السمعة فعشان هيك من يتقدم لامتحان او مقابلة يجب ان يركز جيدا ممكن يكون عندك اليوم كثير من التنقلات او الاتصالات او السفر حتى اليوم ايجابي ولكن على مستوى الامتحانات استعد وما تعتمد على الحظ اما في ساعات الظهر بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة اهم شي انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك قوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع وقلل من التوتر قدر الامكان ما تتوتر وما تشغل مخك باي شيء ممكن يوترك اما بالنسبة لبيتك الاول فهو شوي نفسيتك اليوم مضغوطة فعشان هيك بدك تشحن حالك بالطاقة ما تخلي العصبية والتوتر يركز يعني يمسكن فيك او في تفكيرك فعاد تضعف طاقتك اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم الامور جيدة على المستوى المالي صحيح انه في شوية مصريف حاول انك ما تبالغ بمصريفك وحاول انك انت تجدول امورك وترتب الامور المالية بشكل جيد في فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي او تعويض او هدية اما بالنسبة لبيتك الثالث فاثناء تنقلاتك بدك تكون حذر ما تغامر وما تندفع وما تتهور وحاول انك تركز بشكل جيد لانه عصبيتك تيء بالثور في لحظة فحاول تمسك عصابك من العصبية وركز اثناء القيادة اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايفه فارغ تماما الا انه ممكن يكون في نوع من انواع الاهتمام باحد المقربين لايلك اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف انه الامور العاطفية اليوم شديتك اكثر عندك عاطفي اكثر وعندك رغبة في التواصل مع الحبيب اكثر الامور ايجابية وبتدعمك وفي نوع من انواع الحظوظ يقف لصفك اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه اليوم بتقدر تنجز كثير من الاعمال الموكة اللي لايلك وعندك اهتمام كامل بامور العملية ممكن انك تتممها حتى في بعض الاهتمامات على المستوى الصحي بتصير في منتصف النهار والامور ايجابية ما تقلق من شيء اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايفه فارغ تماما على مستوى الشراكة المالية والعاطفية والبيت الثامن كذلك بيت المال اللي بيجي عن طريق الشراكة والتعويض برضو فارغ تماما عشان هيك بيعتمدوا هذول البيتين على الوضع العام تبعك اما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فذكرناها في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم يعني في نوع من انواع التواصل مع بعض الاصدقاء ولكن راح يكون في نوع من انواع الفتور من طرفك يعني ما عندك رغبة للتواصل مع الاصدقاء في نوع من انواع الملل فحاول انك ما تخلي الملل هذا يسيطر عليك وحاول انك تتواصل خصوصا اذا كان لك اه غاية او اه الطلب مهم وملح اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الامور ضغطة على بيت المتاعب فعشان هيك حاول انك تنجز الاعمال المطلوبة منك وما ترهق حالك كثير حاول انك تخلد للراحة وراقب وضعك الصحي برج الدلو يعني القمر موجود في البيت الثامن وبدو ينتقل للبيت التاسع فعشان هيك في بداية النهار بتكون تتجنبوا اي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة وخففوا من النفقات اما في ساعات الظهر بتنشغلوا في سفر او اتصال بعيد يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء وتجرؤ برضو خلي عندك قدرة على رفض ما الاشياء اللي ما بتناسبك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وفي منكو ممكن يكون عنده سفر اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف الامور النفسية احسن رغم انه شوي في نوع من انواع التوترات لكن ما بتعيرها انتباه كثير ممكن تتجاوزها في لحظة اما بالنسبة لبيتك الثاني فالامور المالية ما زالت ضغط عليك وبترتبها بشكل جيد ولكن المصاريف الزيادة اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التنقلات والاتصالات اللي راح تكون ايجابية وممكن اليوم يكون عندك مناقشة في امر معين وتقنع الاطراف بوجهة نظرك في نوع من انواع الاهتمام باخ او جار او بمسألة تتعلق فيهم اما بالنسبة لبيتك الرابع في نوع من انواع الاهتمام بالبيت او بمسألة بيتي منزلية او باحد المقربين لا اليك وممكن يكون في نوع من انواع الاهتمام باشياء لها علاقة بالاعطال المنزلية او مشتريات اما بالنسبة لبيت الخامس فانا شايف الامور العاطفية جيدة اليوم تقدر تتواصل مع الحبيب بشكل جيد وممكن انك تحقق من هذا التواصل اشياء ايجابية ممكن تهتم في تجربة حظك خلال هذا النهار يعني الامور ما بدأ قلك ممتازة كثير ولكن انه جيدة اما بالنسبة لبيتك السادس فعلى مستوى العمل الامور جيدة واللي بده يقدم لعمل جديد فاليوم عنده فرص ممتازة وبتدعمه ممكن تهتم بصحتك او بصحة احد المقربين اما بالنسبة لبيتك السابع فهو فارغ تماما من اي شيء بتعلق بالشراكة المالية والعاطفية فما في شيء ضاغط عليك الا في ساعة الظهر بعدين الامور كلها جيدة اما بالنسبة لبيت الثامن فانا شايف اللي انا حكيته بالبداية انه تجنبوا اي شراكة مالية خلال فترة ما قبل الظهر يعني حكينا في البداية عن البيت الثامن والبيت التاسع وهن اتنين ايجابيات خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه الامور على منزلة السمعة ما زالت ضغطة فعشان هيك ما تحاول تعمل اي شيء يشوه سمعتك وحاول تنجز الاعمال المطلوبة منك بدون تراخي وما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالامور جيدة على مستوى الصداقات والعلاقات وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب هو اللي ممكن يراكم عليك الاعمال ويخليك تهتم بصحتك اكثر او بمشاكل تجيك بشكل مفاجئ حاول انك تكون حذر واحذر اي حد بتأمر عليك بالفترة برج الحوت بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم يعني القمر موجود مقابلكم مباشرة في بيت الشراكة ولكن بدكوا تتجنبوا لالتزام اتجاه الطرف الآخر في ساعات الظهر بتهتموا في عادة تنظيم اموركم المالية المشتركة لا تهملوا صحتكم فبتصبح لاجواء اكثر ايجابية وتجاوب تتجاوب معاكم وممكن تلاقي اعمالك صدا طيب اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة او اعذار القمر بكون وصل البيت الثامن هون اما بالنسبة لبيتك الاول فنفسيتك لسه شوي ضغطة هيك او مضغوط نفسيا او عندك نوع من انواع التوتر النفسي حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتفائل اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور جيدة على المستوى المالي ممكن اليوم تحصل على مال من عمل اضافي او هدية او مكافأة اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التناقلات والاتصالات ورح تكون ايجابية واللي عنده امتحان اليوم بنجز بشكل جيد في منكم ممكن يرغب في شراء هاتف او سيارة او بصيانة سيارة او عنده رحلة قصيرة اما بالنسبة لبيتك الرابع في نوع من انواع الاهتمام باحد المقربين او في امور الى علاقة بالبيت مع اخ او جار او ابناء او اعطال منزلية او شراء اشياء الى علاقة بالمنزل اما بالنسبة لبيتك الخامس فهو فارغ تماما من الحضوض فبتتعامل بالامر العاطفي بشكل روتيني خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السادس فهو جيد على مستوى العمل تقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة لا اليك وممكن تهتم بصحتك او بصحة احد المقربين اما بالنسبة لبيتك السابع والثامن فذكرناها في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم ممكن تنشط بالحركة او الاتصالات الخارجية وممكن يكون عندكم امتحان فبكون جيد اللي عنده جلسة قضائية اليوم برضو بتكون لمصلحته ولكن اللي عنده امتحان يحاول انه يستعد وما يعتمد على الحظ بشكل جل كبير اما بالنسبة لبيت السمعة فما زال ضاغط عليك فعشان هيك ما تدخل باي خلافات او اي تصرفات بتشوه السمعة خلال هذا اليوم وحاول تنجز الاعمال المطلوبة منك فدون تكاسل او تراخي اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الامور ضاغطة بينك وبين العلاقات والاصدقاء فعشان هيك دير بالك من التوترات والمشاكل او افتعال المشاكل فتكبر وصير فجهة بينك وبين اصدقائك او معارفك اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط عليك عشان هيك انت مرهق من كثرة الاعمال او المطلوب منك خلال هذه الفترة حاول انك تنجز الضروري وتراقب وضعك الصحي وتخلد للراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة